أثر محمود درويش أو شعره في أوساط المثقفين والشعراء الإسرائيليين نحن آمنا دائما بأممية النضال المجدي ولذلك رأينا دائما ضرورة في إيصال القصيدة إلى الآخر سواء كان عدوا أو صديقا العدو يستطيع أن يكتشف إنسانيتنا وقوة روحنا والصديق يستطيع أن يكتشف إنسانيتنا وقوة روحنا وبذلك نستطيع مواجهة شرور الاحتلال والعنصرية والقمع والعدوان لذلك كنا دائما نصر على ضرورة الحوار الثقافي مع الآخر وكثيرون أساء فهم معنى الحوار وتحدثوا عن التطبيع أذكر قبل عشرين سنة دخلنا في معركة لأن محمود درويش طالب بالحوار مع الشعراء الإسرائيليين فقامت قيامة خطباء الإنشاء والطبول والزمور الذين أشك في صدقهم دائما وقامت قيامتهم ضد فكرة محمود ولذلك كان علينا أن نقف إلى جانبه من الداخل وأن نتصدى لهذه الحملة الغبية والجائلة والمتخلفة الإسرائيليون يجب أن يقرأوا الأدب الفلسطيني والأدب العربي والأدب الإسلامي بمثل ما يهتمون بترجمة أدبهم إلى كل لغات الأرض يجب أن يهتم العرب أيضا بترجمة أدبهم إلى كل لغة الكون وللغة العدو قبل الصديق لأن معركتنا ليست معركة سلاح فقط والمقاومة أيضا هناك من يعتقد أن المقاومة هي بندقية وخندق المقاومة أوسع وأرقى وأعمق من حدود الخنادق المقاومة الحضارية، المقاومة الإنسانية، المقاومة الاقتصادية، المقاومة الثقافية، المقاومة بالإبداع، المقاومة بتقديم صورة إنسانية لأمة تشوه صورتها يوميا اشتركوا في القناة